فاكر يا استاذ! والله العظيم فاكر! تحب تمتحني؟ دخل انا بليون مصر عام! ايه ايه ايه! هما حينتحنوك سفاوي! اتهضل! جوا في الكراسة! حاضر! وحاسم خطك! هنحاسم! تفضل! يا مواغزة يا استاذ! تحت امرك يا مادام! خليك يا اخوي يا مستري! خير خير يا مادام! بصراحة بقى جاي اشتكيلك من علي! ليه؟ ده انا شايف ان المستوى دي يتحسن! تشكر استاذ! جاوب انت! حاضر! هجاوب! يرديك يا سيلاستاذ! زميله يضحكوا عليه في المدرسة وياخدوا منه الساعة اللي والده جايبها له في عيد ميلاده! يا ماما قلتلك محدش خاد مني حاجة! ومال يعني والدتك بتتبلع عليك؟ وديت الساعة فيني يا ولد! ها! يا ما جاب الغراب لأمه! ايه مش عاجبك! يا ابني انت تخطط! تخطط وبس! مالك انت ومال الناشر! قامنوا بقى يا عالم بالتخصص! وصيب الناشر للاصحابه! اولا انا ما نشلتهاش! انا لقيتها قدامي! فاقتنست الفرصة! اقتنست! يعني ايه اقتنست! يعني ايه انتهست الفرصة! انت يا ابني ما بتخلصرش غير البلبيف! وفيها ايه بحب! كده تنكشف! شوف لك حاجة تانية! يا عم سيبك منه! دوات غابي! غابي غابي! على هالف ايدي الصانع مداري وراها! صح ابو ادهم! مش دي كانت فكرتك! ايوه! مالسي مين يسمع! الله 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 الله! طب ليه بقى تلايح الكلام ده? اه سعيد! اه سعيدة اللي خايف عليك! يسمع كلامي يا ابني الناس! يشوف لك شغلة! انا حاولها لك تاني! دي الصنع تبعد الشبهة! وتعمل عين عنك! هو انا يقعد! ما انا باشتغل! باشتغل سمصار! بيقولك سمصار! طب اديك بقى لك سنتين عملت سمصار! تقدر تقولي يا جارت كم شقة! يا بني عدم افهم الكلام! فيه نظرية بتقول العرض والطلب! صح يا متعلم! صح! الشقق على افها من اشيه! هو ده العرض! الناس إلا! ده الطلب! هعمل انا ايه بقى! حمسك الزبون بالعافية من افها! وخليه يا أفجر شقة! ما ترد! ما ترد على النظرية! خلاص! غير النظرية بتاعتك واشتغل! اشتغل بواد! ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا اشتغل بس! انت بتقول ايه! انت بتقول ايه! انت بس كده بقى! الألمونية أديمة للبيع راديو أديم للبيع كرسي أديم للبيع صباح الخير يا أنت صباح الهانة يا صباح الفل خد ده كويس مركز فيكتوريا فيكتوريا منخوليا أكل يا ساعة والسلام لا 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 أنت فاهم غلط ليه تحفظ دي الورثة اللي فاتهولي جدي يسعدون باشا البلوبيفي طب والله هلولة الظروف اللي بمر بيها ما كون ترهينها أبدا ترهانها على اتنين جنيه أرضهم لك آخر الشهر اتنين ونص آه بس أنا مأخذ احنا ما ناخدش رهنية احنا بنشتري وأنا لا يمكن أبيحها بقولك دي ورثة جدي البلوبيفي هتفع لك فيها خمستاشر ساعة ينفع قلت ما ببيعش خليناهم ريال شايف محل الساعات اللي هناك ده مالو هتفع لي فيها خمستاشر جنيه بيعوا الشرع قلتلوا يفتح الله واتمسكت بورسي يا حلاوتك انت فاكير نيكروديا طب روح روح بحاله قبل ما يرجع في كلامه ربنا يسهل لك كده طول عمرك هتفضل بياع الربابكيا الخمستاشر جنيه باكيا الربابكيا باكيا قد هديم للبيع قرسي هديم للبيع باكيا باكيا قولي انت عندك ايه لمو اخزة ايه انت اللي عندك ايه اني عندي فتوح وستات حتبيحهم ابيع ايه يا عم انت حد بيبيع يالو ما تحصل ما لفظكم اه لمو اخزة الغلط مردود اي خدمة الله يا كريمة ياليت بس ادليني على دكان كده يكون قباها علشان اشتري هدية للوطفة فتوح ابني اصلا عبال املتك نجح بالابتدائي واتنقل للسنة التاني الف مبروك يا عمد عبال الشهادة الكبيرة يبقى ريكلي في حسك فتوح ياخد الشهادة الكبيرة يا باي ده انا كنت اجيب له ترمبي وما انت ناوتش سيني له ايه دلوقتي هدية كده على حسب مقاس السنة التانية يعني يعني اقول كده بسكليت بندقية راش ساعة ساعة وادفع لحد تلاتين جنيه طب اسمع يا عمد انا عندي حتة ساحة النمى ايه مستلقاتها من مزاد قصر بلوبي في باشا شخصية ايه يا اخوي امزع علي امزع بقى انت معاك ساعة باشا انت ليه بستكتارها علي ده حتى بالقبرة ماركت ماركت فكتوريا فكتوريا ايه ايه الساعة ماركت فكتوريا ايه انت عارفها ايه اللي عارفها ده المقنور بتاع المركز لابسها طب بقولك ايه خليك هنا تتقيق واحدة خلي بالك من العربية ولا رجعلك حالا طب ما تستخرش علي طب ما تستخرش علي ده ريز حتة البين انت زعلت ولا ايه ده الكلام اخت وعاطة ايه ده انت مين انا مش عارف شفتك فين شفتك فين الله 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 ما تراوه امال هو انه يكون علي ازاي علك ايدك ع ساعة ايدك ع الفلوس بط خليهم خمسه غليهم مال غيرت راي خليناهم خمسه خد اشوفك هنا اخر الشهر طبعا اخر الشهر إيه اللي أخي الشهر؟ يا عمّة يا عمّة يا عمّة يا عمّة يا عمّة الله الراديو ينهر أخبر هنا في مخ يا ساتر يا جدع ده أنت طلعت بالهم سياحة يا حياتي قادها أستاذ يا ولد يا برحامنا بقى الله ده ما كانتش حتة عددية اللي أنت خدتها دي إيه؟ صدقت نفسك وحتعمل علينا مدرس مش مش هذا يا حبيبي وبعدين ما أنا وسائل توجيهية يعني كان بيني وبين الجامعة في فاركة كعب إنما حتروح مني فين؟ حدخلها يعني حدخلها إن شاء الله بعد مليون سنة إيه؟ كل شي جايز ده جايز أنا نفسي وأنا ماشي في الشارع أكعب اللي في دبلومة ولا حاجة ولا جزء صنص من بتوع الأداب الكبار دول ياه ده أنا كنت أعمل عليكم بيه؟ كنت أتنك تراح فين؟ بتعمل إيه عندك؟ لا قولي يا عدم يا أخويا صحيح الكتب اللي أنت بتقراها دي هي اللي من الضفالك نوخك بالشكل ده؟ أقول لك على سر؟ جديد؟ نوفي قول في مثل مشهور بيقول الحاجة أم الإختراع أم الإختراع دي غير أم وسين؟ طبعا طبعا يعني لو قلت مثلا دبحت فرخة ومكلتهاش سبتها يومين ثلاثة أسبوع يجرالها إيه؟ والله لو القطة ما سهتنيش وكلتها هتعافل آه عشان كده اخترعوا التلاجة حطوا فيها كل اللي هيحتاجوه بعدين ولما احتاجوه لو زي ما هو ما جرلوش أي حاجة آه فهمت؟ يعني التلاجة هي اللي بتحمينها من القطة؟ ماشي ولو ما كانوش خافوا من القطة ما كانوش اخترعوا التلاجة صح؟ الله ما دا انت فهمنا هو؟ انت بتتكلم بجد؟ يعني الكلام اللي أنا قلته ده مظبوط؟ وكلامي أنا كمان مظبوط ولولا إني كنت عايزة بيع الساعة بأكتر من ثمانها ما كنتش فكرت وخطط واخترحت حكاية بتعروا بك يا والله العظيم نظرية نظرية برضو ايه؟ بتفكر في ايه؟ ها؟ لا مفيش اقولك ولا تزعلش؟ بتقولي بتقولي ايه؟ طب انت عرفت منين؟ عشان عمرك ما بتتنح بالشكل ده؟ إلا لما بتكون بتفكر في أمك وأبوك وأخواتك؟ أصلي خفت خفت قوي خفت من القام السودة اللي أنا عاشتها معاه طب ما اخترحتش ليه؟ ازاي؟ مش هربت؟ من ايه؟ من أبوك اللي اقولها باب العمارة اللي معيشك انت وأمك وأخواتك السبعة في قدرة تحت السلم طولها مترين في متر؟ هي دي الحقيقة الحقيقة المرة وغربت الفين؟ لقوضة أظهر منك بس تكعة تحت الأرض وقوضة فيه السطوح فين بقى الاختراعات اللي أنا اخترعتها؟ يا عمي بقى الخيبة قولي نفسك يا مهتول وخلاص بقى آخر مرة وخيوبا علايا لو تأخرت بعد كده وايه اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ كنت في فرح با شواتп انت؟ فرح؟ هو في فرح، في عزة الظهر يا ياسين ايش معنى فين جوف في عزة الظهر؟ هاهاهاهاهاهاهاهاهاها تعاله هانا، اياك تخطيها برجلاءك ست يا حنوم ادخل يا ياسين ربنا ما يحرمنيش منك ويبهد عنك وإلادي الحرامي اللي فيش شارع شوفي بقى يا هنومة انت صايح شركت في الدكان بس الوات ده بقى ملوش عش عنش ده وات غلبان يا فرح ده غلبان ده ده وات لعبي وأوانطني ومستاغني وكمال حرامي الله يسام شوفي بيغزني ازاي اسمع بقى يا ياسين يا فرح عارف عارف مش اغللنا عندوكو علشان كبرتو ملكوش رجالة وبيحتاجين الراجل يشير عنكو بس اعمل ايه غزب العن يا ناس يا هنطلع عليه القصو واروحش ابرك للعلم بفرحهم عندو حق يا فرحة قصيل يا وات يا اختي ده حاجة تفق على المرارة فطيك بخير يا مقالبة طيب خدي بالك من الدكان ما تعويش علي يا فرحة تروحي وتجي بالسلامة ايه لا ايه بسفرة راح اطلع على بنتها اصلها بعافية شوية هو بل ما اطلع عليها هي كمان في مستشفى الخانكة هاهاهاهاها ايه ينيلك بس لو كانش دمك خفيف بقولك ايه 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 يا حليلة مقالبة طيبينتي استنى بس انا حتكلم جد ايه كانت 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 بقال لها السبع تشهر حاس بواعدة مع امها الله وبتشهر فيها كده ليه خلاص يا سيدي عرفتنا ربنا يا هاني سعيد بسعيدة بس تعرف يا لها بيضالك في القفص حتلها في البلوبيف كله بلوبيف يعني فكرة كوافق والله بقى صاحبي كل واحد ولوه نظرية ايوة وانت نظريتك ايه لماذا بص يا سين يا اخوي مش كلها كم شهر كده لحد ما تلهى في السيغة وتفالسع خلاص يا لها اتكل السيغة ايه اللي حالهافة اللي هانا حصر يا مراتي ايه 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 قلت ايه كده ممكن انا قود نتسدد قول 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 تاني يا اخوي اقول سمعني لا سعيد لا 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 دي فرصة وبعتها لي ربنا نفسي بقى لي بيه تجلع نفسة تقول بتلم ويبقى لي سدت حاجة عليها وحاجة عليها واشوف لي حد تتعايل ااخده تحت باطي ولا فردش فيه ابدا وربنا ما هفرد فيه ابدا ابدا جات فيه امه ودايتني هستحملها ولو انا جيت فيه امه ودايتها هخليها تستحملني عشان ما يحصلش لابني اللي حصل من مرات ابويا و وجوز امي افصلا افصلا سعيد مش هفرد فيه ابدا 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 ايه يا وادة حسين رياض ايه الكلام الكبير ده انت بتتاريا يا اخي بتتاريا طبعا يا عم ما تزعلش انا حول لك ببساطة الحاجة ام الاختراع مينو مختراع بيه ولا كلامك صح يا ادم اهدي ايه الى الاختراعات ولا بلاش مبروك اتجاوز يلا يا الف مبروك افطراعات ايه مش فهم حاجة قبل ولا عمرك هتفهم طب فهمني انت همتعلم دلوقتي لو انت تجوزت مش هتخلف نفسي حلو قوي اهل الكتب دي بقى فيها حاجة اسمها علم الوراثة وعلم السلوك الاجتماعي ما تكسب فيها سواب وتكلمني بالعربي يعني بالعربي لو راجل غني هو مات ابنه هيقوم يسمينه ايه فلوسه ولو فقير فقره ولو حرامي زي حلاتك شوط سوتك ابنه هيطلح حرامي زينا يرديك بقى تخلي فهد ودو تتشحتف عليه في كل سجن شوية كلام ايه ده ده مش كلام ده علم موجود في الكتب دي كتب فالص انت بتكدب العلم يا جاهل يا متخلف طب انا بويا كان بشاء سواق ما طلعت ازاي وليه اه قلتلي بقى الكتب بتقول لكل قاعدة استثناء اي هناك حالات شازة انت هترجع ترطن لتاني يعني بالعربي صدفة تضمن منين بقى ان ابنك ما يطلحش حرامي بالصدفة اه يعني ايه طب وربنا انا كنت ناوي اربيه احسن تربية واخليه احسن الناس ناوي الكتب يا حبيبي ما بتعرفش النية اه الله يا سين خد كده حين تخد تعالى يا سين ده انت خبيس خبس يا جادع مش كده در ما صدق تليت اتنين زيهم عشان اخطط حمزاوي 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 يا حمزاوي ايه ايه فيه الوادي يا سين رجع من القهوة مهموم ونم شتح من غير ما يتعاشر لما يصحى حيفطر اللي اقولي يا قده قاله صحيح الواحد لما يكون حرامي ابنه لازم ان يطلع حرامي زيه شوف يا سعيد اللي علمي اي يا ابن الناس نوح واللي معاه لمبة ينور للي ما معاهوش ويكشفه طريقه اخوات اقدر اسلفك بريزة ولا مفلس لا اقرأ كتاب وانا معرفش افك الخط تيجي ازاي دي يعني فائد الشيء ما يدهوش تمام حربي ابني كويس ازاي اذا كنت انا نفسي مدقيتش اللي يربيني نظرية برضو والله العظيم انت بتقول كلام موزون قوي ايوه يا ادهم بس عايز تقولي عايز اقولي يعني ان الواحد مننا مهما كان بيحب يشوف ابنه احسن منه واللي ما يقدرش يحققه في نفسه بيحاول يحققه في ابنه بالامكانيات يا سعيد لما تكون قادر ومقتدر مش تروح تتجوز لوحدة ما حدتهاش غير نصده كان فقايري وبعد ما كنت مزنوق في بقك حتتزينق فيه ثلاث بقاء ما تعرفش هتأكلهم من ايه اه فهمت يعني اول هام لازما الواحد مننا يكون معه فلوس ومرا نتاعي بنفسي وبخطر عشان ايه والله العظيم الوادي يا سين ده غبي وما هواش عارف مصلحته مش نظرية برضو خديجة خدمتك يا سين واللي بصت الارض وغطاها بالسمن ما يجي يوم تفكريني باللي اعترفتلك بيه احنا قولنا ان هي عبيضة ربنا واحد عالم اني نوا صوني كنتي وابنين اللي حنجيبه حربهولك زي ما نفسك تشوفه يا سياسين بالحلال يا خديجة بالحلال يا سياسين وربنا يبارك لي فيك وفيه عمالة يعني الخبر صحيح وأجر شقة مطرحين ودى بالدكان اخصى عليك يا سين كده برضو تتجوز من غير ما تعزمني مش عايش وملح بيني وبينك ده ما كانش العشب يا جلع انت بتقول ايه؟ هو ده اللي همك وبس؟ الله انت حتطلع زربينك علي ما اللي حصل حصل وخلاص واللي بيشير قلبه مخروقة بتخر على لهره ربنا اسهله انت نانسي اننا هنجرب ان نخبط لنا الخبطة كبيرة والتخطيط اللي انا عامله لازم له اتنين زي كل مرة نعم نعم هو انت بليد فالحساب يا خوجة مش احنا اتنين برضو اصدك اصدك ايه؟ اصدك اصدك ايه؟ حكمة ربنا للضرورة الاحكام يا مدرس ايوه بس بس ايه؟ ما نفسكش تغير مكانك جرب وقف مرة قدام المدفع ولا حتى أنك العمر كله وعيف لي وراه ايه 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 اللي جابك ايه اللي جابني ما انت شاف شكلك ايه ايه مالو مالو ماله ماله عرقان عرقان وقف كأنك بتقول العلام كلها أنا بقى أم من زميل سعيد مطرة وبسر العربية حتوضيني في ده بقولك ملايش يا سعيد ملايش عشان خاطر نشوف أي عملية تانية يا سلامة أي عملية تانية أي خايف خايف يا بتاع التغطيط يا بتاع المعلامة بقولك ملايش ملايش بقى أنا مروح أنا مروح سبدي إيه تهلا ولا أضعب أضعب أنا مروح أميك أنا مروح ساحب أنا مروح أميك أنا مروح العملية تنفذت صحيح وكنت حتمسك كان ممكن أخب عليك وأقولك أن أنا ما نفستهاش بس أنت ما تعملهاش لا أعمل بس أنا عارف أن الخبر حيوصلك لأن بعت العربية بمية جنيه للوسطة زينهم زي ما اتفقنا ودلوقتي هتاخد حقك طبعا حق عرقك عرقك اللي كتواف تنشفه في الشارع سعيدة مفيش داعي ما تتحجكش حقك الأول عشرة جنيه خمسة تمن الخطة والخمسة التانية أجدعالة مني علشانين تواد جدع مش نظرية برضو يا فهم، حقك يا فهم مش عارف زيادة حريم صباح الفله يا إله صباح الفلة يا عامر من الصباح العرب؟ 혀inct emit اشربيها يا الله يا ناقصة حرامية يا الله ما تعبرونا يا خلايا صباح الفول يا معارفة ديو يا ده من بعيد ايه انت حالف عليها ولا ايه لا يا مواز يا خاص انا مستعجل شوية طب ما انا كمان يا خواه مستعجل وكنت لسها بعطلك الوال الدقمة دقمة اه خير ان شاء الله اه انا يا سعيد دي مش اول مرة تخصل يا قدم يا حمزاوي ايه طيب اوي يا خويا بريق عايز تفاهمني ان المعلم بديوي مماشي واحد وراها طول النهارة علشان يقترني وليه لا ما انت عارف انه عيونه كتير اوي في الحطة وبعدين حقولنك ليه ده احنا اصحاب مصلحة واحدة اه بس يظهر ان المصلحة قلت يا خوجة ها ويظهر ان الطمع حيبقى ثالتنا مش انا يا سعيد مش انا انا فاهم ومتنور واعرف ان الدنيا بتدي كل حي قدي جهده انت هتعبت خد انا ماتعبتش اخد لي يا صاحبي دماغي امال المعلم بديوي عارف موضوع العربية منين انا حتجنن انت لسه هتتجنن انت تجننت فعلا عن اذنك انا حبقى مجنون صحيح يا ادهم لو صدقتك تاني وديتلك عرعي طب مستني ايه ما تغرب ايو اهرب خلاص يا سعيد يا جمطر ما بقدش تستاهل واحد مشي والتاني بيلعبك بمخه ما انتش عارف ان كان معاك واللي عليك اهرب ما انت سبق وغربت من ابوك واخواتك عملت ايه ما تجربت بص الفوق بص الفوق شوية ووسع احلامك استفدني صحا حتعيشت العمر مغفى مش قالك الحاجة ام الاختراع اه واضحويت وابنحنت خلاص احجاتلك الفرصة شغل بوخي وغيرشين اللي حوشتهم وابعد عن جداوي اختراع سعيد اختراعلك حاجة مفت بجلجل اه اختراع ما اختراعش ليه او انا صغير واخرت اخرتها فقولي يا معالي بقى مرت ايه اسمع كلامي اطلق اتنين غيرهم الحتة ما يبتشغي لو كانوا استانوا معايا السنة واحدة بس اهبوا بعد السنة ما انت عارف اكون كملت القرشين اللي هنام عليهم الكام السنة اللي فرلك انت لسه حاطت في موخك انك تذاكر التوجهية وتنتسب برضو للجامعة حاطت في موخي طب دانا اموت اموت يا معلمي بس ساوسن تشوفني وانا ماسك شهادة كبيرة في هدايا يا دي ساوسن انت فاهم انها لسه فاكراك تلاقيها اتجاوزت ما تتجاوز ما اخولتني معاك يا جداعينة لما انت مش هامك لازمتها ايه حكاية العلام والجامعة افهم انا بقى لحد هنا ممنوع تفهم اش معنى عشان كفاية انا فهمه على فيه كده علم علمك اتروح يمكن يمكن هشوفك بكرا ان شاء الله يمكن خير يا حماد خير بنت زين الامر يعني انا بيطب انا بيطب تتربى فيه زكاسي عاوز اشوفها 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 اشوفك قول لي يا ابون نوج ايه عطوف مين البنت اللي قاعدة جنب حنان اختك دي ها ايه انت اول مرة تشوفها اسمها سلمة الثالثة جارة برضو؟ ما يا حنان ما بتصاحبش بنات من كلية تانية لكن بتسأل لي يا مشتجد يا بتاع سنقولها حصل دي اول مرة اندم فيها عشان دخلت ادابي تدوم التوصيلة ما تيجد اخذيلك حاجة ساعة خليها مع بتاع البوك طب هذاتني ايه النهاردة؟ عندي ولا عندك؟ ما انت عارفة؟ عارفة يا ستة وما دام انتو الاتنين عارفين لزومه ايه؟ الكلام يا اوانطاقية منك ايه؟ عشان نسمعك يا عمي ما انا عارف بس انا برضو مش هرجع في كلامي سلمة ما بتروحش لحد عجبك ولا مش عجبك؟ حاجبني طب مو حد يقدر يكسل لك كلامي حاجيلك الساعة سابق ماشي باي باي ايه 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 على فيه؟ ايه حابت حاجة ساقة عطشانا؟ ما ديت قدامي فوق تلاجة فيه مليان ولو واحد بسرعة بقها احسن والدي تجدت وقف مش ماشي يا عم ياسم يا احلى قبك بظنة بتقول ابوها بقال على قد حالو؟ ايه هتكتب عليها قصة؟ ما انا عارفك مجنون وخيالي وتعمالها قصة قصة ايه يا ابو؟ قصة جاهزة مش محتاجة حد يكتبها مش فاهمك بعد كل اللي حكتهولي هلاقي انا حاجة ضفها؟ بنت على قد حالها وتفوقها جميلة مبتغرهاش مظاهر اللي ايام دي وفوق كل ده وعمرها مكلمة طالب في الكلية هتلاقي فين قصة احلى من كده الله الله دي مش قصة بقى دي حاجة تانية ابو النوج عارف يا اخوي عارف حيحصل عاطف ده معنى في الكلية لا تانتي مش معايا خالص بقولك ساحب اخويا ناجي آه ورسالة ايه دي بقى اللي عايزك توصليها لي قال ايه يا ستي بيركوكي ركاق حار انك تروحي كلية الادام وتقري مجالة الحقق اللي حتعلق الاسبوع ده شميعنا؟ كتب فيها قصة ومصمم يعرف رائك رأيي انا بالذات قديكي فهمتي لالد المراقين على فكرة يعني ايه؟ المجالة بقالها متعلق دلوقتي ثلاثة ايام ولسه ما جاتش وتريني ماسك الهوى بقديا ماسك الهوى آه انت شمتان؟ لا حيران زي ناجي عليا عليا احنا قلنا انها جميلة ومتفوقة وعلى قد حالها ها؟ مزبوط ضيف بقى على ده كله ان عندها كبرياء وعنادية ضيفنا يا اخويا واخرتها زي انا ما عرفت عنها كل حاجة لازم هي كبان تعرف عني كل حاجة بطل بقى شغل العيال بتاعك ده وتسيبك منها يا ابني دي اكبر منك اسمع ايه ايه بعد عني؟ ابو النوم خايحصل اتفد علي يا ست ايه ده؟ اريها بقى وخلصيني خلينا نشوف مذاكرتنا مش دي؟ ايه بتاعة المدى وعاطف المتيم طب والله كاتب خصها مش بطالة انت تجلمت يا حنان؟ ازاي تاخديها منه؟ كبيعلي هنا كمان؟ يا الله ناجي هو اللي ضغط علي وحلفني ضغط عليكي؟ يا مصبتي السودة يا مصبتك يا سلمة ايه لا يا سلمة هو فاكرني ايه؟ طب وديل اكون موريانه ما يبعتلي جوابات بالمرة اسمعي فاندنت اذا كنت فاكر ان انا جاي الجامعة هنا علشان اهرك تبقى غلطانة قصص الحب دي اشاطر تكتبها وتعلقها في مكانها مش تبعتها للبنات في بيوتها وحسك عينك تحاول تقرب مني او تكلم حدا عني انا المرة دي بكلمك قدام زمايلة مرة الجاي حسابنا هيكون في شؤون الطلبة شغل عيال بصحيح سلمة سلمة عجبكم كده؟ هو ايه اللي حصل؟ ابو النوج؟ حيحصل ها؟ والله يبروه عليكي بنت يا سيم بصحيح ايه رأيك يا بابا؟ اشتكيل اقدرت الكلية؟ لو اتعرضلك مرة تانية مش بس تشكيل الكلية للبوليس كمان حاكم الاشكال دي انا عريفها كويس يخافوا ما يختشوش الله وحلى احدى كله علوم اش دراك انتي؟ مش جايز يجي وراها بعربيته لحد هنا الجيراني يشوفوه يسوها سمعتنا؟ لهو عنده عربية؟ هي عربية واحدة بس دا كل يوم بيجي الكلية بعربية شكل وكل واحدة انقح من التاني يا اختي؟ وكاب هم منين دا كله؟ هيكون منين يعني؟ تلاقي ابوه حرامي و... حرامي من بتوع الايام دي ولا... ولا تلاقيه سرقهم سلمة يا اه... يلا انتي يلا يلا روح اعمليها يا كوباقي الشاي خليها كامل مذاكرتك من عناي وانتي يا سلمة حبيبتي ما تخليش اللي حصل دا يؤثر على مذاكرتك دي يا واحدة مش عاوزة حاجة؟ عاوزة سلامتك تسمح على خير وانت من اهل موسيقى الى الاستاذ الصحفي الكبير بعد التحية يا جبل ليتك يا اخي بقى بعد الدش اللي خدته النهر دا الصبح قاعد تذاكر اهلا يا ناجي قعد اشرب حاجة ربع ساعة وحفظله ايه دا؟ يا دي الف الف دا لكل ما تقعف مشكلة تبعاتلي ما انت عارف ان بابا مش فضيلي ومام الله يرحمها حاشك المين يعني؟ طب والمرا دي بقى الشكوى بخصوص ايه؟ سلمة ولا اسمعني بس هي مش افتكرت ان انا بعكسها ومش قادرة تفهم مشاعري خلاص لما تقرى مشكلتي في المجلة ورد الف الف عليها هتعرف اني بحبها فعلا واتغير فكرتها عني طب واش عرفك ان رد سي الف الف دا حيكون في صالحك مش يمكن يقولك ابعد عنها انا واسخ انه حيكون لي صالحي وهتوريها المجلة ازاي يا حدق مهونت اللي لا لا اه ابعد عني انا مش فضيلك انا اسمع بس يا غنون الوات دا مش عاطفي على فكرة ما س الجميل دونها ملا على فكرة ما اللي اللعنفة الم午 SBS في الان ما والم 물一 Sag Magnus مت builders مهي biscuits يكنت المغم من يعمق ملا يم small وزاك ملا لدي يا عائزة برش حداء ايه متعودي ها؟ اه 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 تفضل يا ريا ست ايه ده اللي حقراء؟ الصفحة اللي قدامك طب والله الوضعات في ده باين عليني وتجنن شوفتي الجراءة ومنازل اسمه بالكامل يعني مش هم انا بقول لي يعني ناخد المجلة على شؤون الطلبة ها؟ طب واش عرفك يعني ما يقصدني؟ مش يمكن بيتكلم عن اي بنت تانية؟ بنت تانية؟ ازاي؟ ده حكي اللي حصل واللي قلتش هولي بالحرف الواحد طب هو انا حلوة فيش بنت في اخلاقي واي شاب يتمنى يرتبط بيا؟ نعم يا حبيبتي صدقني يا سيدي انني اتلفت من حولي فلا ارى سواها فقد بات كل شيء هي اوراقي اقاصيصي جدران منزلي ابي ذكريات التفولة مع امي كل شيء كل شيء اصبح فتاتي فلا تقصوا على العاشق وتنصحني بالابتعاد عنها فقد تحمل تلك النصيحة بين طياتها رفاة قلبي بتدوري على مين؟ خيالتيني ها؟ ابدا اتا مين؟ عندهم محاضرات النهاردة ومحدش حزر منهم خالص ها؟ هوا مين دا؟ هوا؟ انا بقول هم ولا انت تقصودي هناني هناني تفتكلي واحد زي عاطف دا ممكن يكون وليه لا انت مش شايفة بيعمل ايه علشانك؟ الولد بيحبك وقصده شريف انت اصغر مني في سنتين هو ايه يعني؟ ما انت إلاني ان مامتك اكبر من باباكي بثلاث سنين ومع كده عاشين في منتهى السعادة مش دا المهمة المهم الولد عاجبك وانا مش عاجبك واخرتها شابكة وديبلتين واول اما يتخرج على المأزون عدل زي ما نصحه ألف ألف ساكت لي يا سياسين ما تقول كلمة هقول ايه بس يا خديجة؟ والله ما انا عارف يا سلمة يا بنتي مهما كان اللي حتقوله يا بابا هو اللي حيمشي انا مش ممكن اقصرلك كلمة ابدا وحيقول ايه يا بنتي غير انه موافق خديجة يو الراجل دا خلينا من الباب يعني بيحبها وشريها وفقده كله غاني ومنعيلا هنلاقي فين عريش زي دا ما اصلي استاني بس يا ماما لما نسمع رأيه سلمة يا بنتي طامن يا بابا مهما كان اللي حتجوزه حشتارت عليه انه يشتغل وساعدك بمهيدي لحد ما نصدد أقصات الدين اللي علينا الورصة المرحومة فرحة ويبقى الدكان كله ملكك زي ما وعدتك والله ما هدل في بالي جو امال فينه يا راجل تاني ما تتكلم ايه الولد غاني واحنا ناس على قد حنة يعني مش هبقى فيه تكافؤ زي ما بيقول يا سلام وفيها ايه يا اخويا ما الثلم اللي كان في التلفازيون اول امبارح كان عماد حمدي عايزي تجوش هزيه وهو غاني وهي فقيرة ام عبد الورث خلاص يا خديجة خلاص لا عبد الورث وانا شادي انت هتحكين الفيلم بكله انا موافق امروك بنتي سبعة في تلتاشر اتنين ومعنا واحد تساوي نظرنا برض نعمة باشا يا باشا لا 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 ادخل صباح الخير يا بابا صباح النور ايوه باشا انا معاك اوه امر يعمر اه ها لا لو زي ما اتفقنا حاضرية عقد ليبني على حطة الأرض لا يا باشا بوضع اليد زي ما اتفقنا اه ولك علي انا اول ما بتدي التأسيم و الشغل احط العمولة باسمك في البنك زي كل مرة نعم بلاش باسمك المراضي نظرية برضو يا سلام عجبك نظرية برضو دي اوي كده طب نظرية برضو يا باشا اه لا فهمت ايوة ربنا يخليها لك امر وليحرماش منك يا رب طيب يا عزي طيب بسلام بقولك ايه نظرية برضو ايه ايه اقول لك تاني طيب باشا مع السلام مع السلام ايه يا عام النهار الفول ده مش عوائدك يا عنا عطوف تجي تزورني في المكتب اه اصلي يا بابا انا كنت اعاوز حضرتك في ثانية واحد تحت امرك يا سعيد بي الاوكي وصل تبعت رجالتنا يستلموا الارض ويحطوا قضيهم عليها ويبتدوا الشغل وتنازل العام ده في كل الجرانين بتاعت بكرة ده بكام يا فندم سبعين الف جنيس شقة اسم الله عليك مقدم الحجزة عشر والباقي اتقصت على ثلاث سنين ولا اقول لك سنتين كفاية عشان نلحن نقلب القرشين في حتة ارض تانية مش نظرية برضو تحت امرك يا سعيد بي وهمتكم معنا بقى عايزين العملية تسخن على الاخر امرك فان ايه عطور كنا بنقول ايه يا حبيبي ايه ايه يا بابا اصلا كنت عايز من خبرتك ثاني واحد قلو اشتا حلاوة بتقول ايه الخمسين عربية وصلوا بكامل حتة ده كده فل طب انت مستني ايه يلا خلص امورك اوام اوام وتغران عالجمرو وبقى طميني كنا بنقول ايه الله الوضرح فينا يا اخوي تحت امرك يا سعيد بي عملته ايه في مركبين الخشب اللي كنا حنبيعهم في سوق السودة هعمل ايه يعني ما انا قلت البابا وخدت موافقته الخطوة الجاية بتاعته هو بقى طب اتكلموا مع بعض ان شاء الله تقولوا كلمة واحدة ولا كلمة قبل الخطوبة ولا انت لسه هتعرفيني دلوقتي خلاص خلاص ما تتزربينيش كده اقولوا يجيب بابا ويجيلكوا انت اي يوم يا حدده بس خلي بالك المقبل حتكون في الدكان الدكان ده شرط بابا واكيد له غرض ها طبعا ما انا عارفة باباكي ماله بقى الشهادة لله وضح قوي بحث اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتم اهلا بك يا عمي ما تنتقى ابني آدم ها اه اه طبعا يا اهلا وسهلا يا عمي اهلا وسهلا اهلا وسهلا حصلت لنا البركة اه اه طبعا طبعا اه قصدي يقول الله يبارك في حضرتك اه اه ايو انا قصدي كده تماما ويا ترى من فيكو العريس ها اه ما تنتقى ابني آدم اه 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 انا 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 عاطف عاشت لسامي يا ابني وحضرتك صاحبه صاحب الروح بالروح ربنا قديم المحبة وان شاء الله بقى الولد فيه هل بدت مش لقى حت هركم فيها العربية اه بابا 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 بصراحة عمي اصل انا وعاطف جايين لوحدنا اصل والد عاطف مشغول شوية بتقول ايه اخوية وفيها ايه سياسي اه انت كده دايما انت عقد الدنيا انا برضو لبعقد يا خديجة معقول فيها اب مش فاضي اخطب لبنه مراح يفضله امتى ما تفهموني هو الجدع مش عجبك عاجبني مش حكلك على كل ظروفه يا خديجة يا خديجة تطالب مني ان انا اللي اروح لابوه اخطب له بنتي وفيها ايه عاملك اب تاني له وعلى رأي المثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك ايه رأيك يا بنتي في اللي بيحصل ده ما تقولي حاجة عن اذنكو شفت اديك اهارت البيت يا ناس حد يقولي ان في زمن غير الزمن يا خول انت ما شفتش الفيمن بتاعسه عمر الشريف وفاتن حمامة لما كانوا هم ما شفتش يا خديجة ما شفتش وكفاك يا افلام بقى وياك تجيب سيرتها تاني صباح الخير انيسة سلمة اهلا اهلا المساة اهلا يا سلمة اتفضلي مفيش دعا اه طبعا اذنكو بقى لو سمحت استنى انا مش جاي اقول اسرار علشان تمشي كان ممكن يكون فيه بيننا اسرار لو كان والد الاخ عاطف وافق على جوازنا سلمة انت فاهمة غلط الموضوع الموضوع انتهى خلاص يا اخ عاطف علشان كده ارجوك تنسى اللي كان هيحصل بنا انسى وارجوك تقولي والدك ان الجامعة بيدخلها الغاني والفقير ممكن تضطرهم الظروف انهم يعودوا على كورسي واحد يمكن ما يكونش عارف المعلومة دي فيضطر يبنيلك جامعة الواحدة عن اذنك سلمة انت راحة فين استني بس انت هتسيبها ولا ايه ايه ما تتحرك يا بالآدم دول فهمه غلط یعنا بشاركة بحق النسائل بحق النسائل بحق النسائل موسيقى عزيزي المستاذ الصحفي الكبير الكبير كبير مالكة سلمة مالكة بنتي مفيش يا بابا مفيش مفيش ازاي بس انتي بارك عشرة اياه مرحطيش كلية ودي حاجة عمره ما حصلت قبلا كبير كبير مالكة لازم اتغير اما ليه لازم اتغير زي من بيجري ولازم يبقى عقلي قد ويقولكم وما دم انتوا شايفين ان مروح الوالد عاطف مفيهاش حاجة يبقى ليه مروحلوش ليك علي يا حبيبتي بكرة الصبح هروح له اخلص معا كل حاجة والحمد لله ان العنوان لسه معايا بس انت يا حبينتي بقى فرفشي يلا يلا فرفشي وريني ده حكيتي كان حلوة سلمة انتي بتحيات يا بنتي انت طيب او يا بابا لا يبقى المسألة مش مسألة مروحي اكيد اكيد في حاجة تانية مزع علاكي اقول يا بنتي ده انت عمرك ما خدتي عني حاجة صعبان علي نفسي يا او يا بابا ايه يا حبيبتي ما كنت شفتك انه هيجي علي يوم اكتشف حياتي كنت شايفاها حياتك عاطف كدب عليك يا بابا خاف على شعوري مرضيش يجرحني علشان كده اخترع الكتب اياها لكن الحقيقة انت قلتها يوم ما استغرفت على الاب اللي مش فاضي يخطب لبنا له كان فيه سبب تاني انتكلم يا بنتي اقول يا سلمة ابو عاطف مش موافق على جوازنا وليمكن هيوافق ليه عشان هما وفوق وإحنا تحت هما الناس اغنية وإحنا الناس على قد حالنا هما كل حاجة وإحنا ولا حاجة عرفت بقى يا بابا انك مش دقة قديمة زي ما كنت فاكر عرفت لي صعبان علي نفسي وحسب الإهانة إهانة ده مين ده اللي يهين بنت يا سين وابوها عايش لا يا سلمة يا بنتي روع اسمعك توليها تاني احنا صحيح الناس على قد حالنا لكن مين يقول اللي الفار يعيب صحابه سمعلي مين اللي يجير ورداني طب تلت بالله العظيم يا مين بالله انا رد لها الان صاحبه ورجعلك انزلت نفسك ايه اللي فوق والدعت ده انا اللي ما يشرفنيش يا ناسمه هيا دولي حالة تشالي ولي ايه هيا استنى بس يا سياسين استاهدى بالله يا راجب يا خديجة انا مانمتش من ابارح ومستنى النهار يطلع بفرغ الصبر طب هتروح تقوله ايه بس ما الموضوع كنسه كل حية رح لحاله هقوله اللي ملاقاش حد الهوله هقوله اذا كان بيتبقى بمركزه وشركته وفلوسه فانا كمان بيتبقى ببنتي واذا كان هو مستخسر ابنه فينا فانا بقى مستخسر بنتي في الدنيا بحالها خلي مالك انت بالدكان لحد ما ارجعلك طب وربنا حب الراجل ده البنته لحصله دماغه نظرية برضه ايوه حلاوة انا عايزك تلميلي السكر اللي في السوق كله ايوه سيد انت مالك ان شاء الله حتى يكونوا مليون طن انا اهمني ايوه بص بقى وتشحنهم على المخازن وما تطلعهمش منك خالص غير لما اقولك امتى تطلعهم ونحل بيهم بوق الناس ماشي؟ هاروا هابيا طب يا عسى مع السلامة ادخل سعيد بيه؟ في ايه يا حلاوة؟ الجلد وصل؟ وصل ازاي فاندم ده احنا لسه بعتين عالطلبية اول مبارحة الله؟ امه الجاي اللي تعمل ايه؟ وانا فضيلك؟ ياسين اسعادت البيئ ياسين؟ اش معن؟ عايزي قابل حضرتك في حاجة مهمة طب ما تخليه يدخل؟ لا انا قلت اقول لحضرتك الاول لاني شايفه كده راجل غلبان وعلى قد حاله لابس جلبية مزيتها جلبية مزيتها؟ اللي اقولي يا حلاوة الزيت شاحة في سوقه ده لسه على واشك يا فاندم الدولار هيولع زي ما حضرتك عارف طيب خليه يدخل تحت امرك يا سايد بي صباح الخير اهل انا حلاوة اتفضل ياه انا اكون سايد موتر هاسين ياه 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 ياітиنا ساعدك رليه ش مش ممكن مش محول شكرا ايه ايه؟ احنا ... هنفضل وقفين كده؟ شكرا ازايك كستي ... وحشتيني ... وحشتيني يا صحب اشتركوا في القناة 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 انا عامل لصحبية مستعدة كسبك فيها خمسين باكو عمياني اشتركوا في القناة بتقولي يا سيدي بقى انها في كلية التجارة ماشي يا ابن والدي ومجاملتك عندي انا حتشغلالك عندي في الشركة وبالشهرية اللي هي عزاها كمان ماشي لا 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 متشكل هي خلاص عرفت مكانها والوظيفة اللي تجي لها زي ما انا كمان عرفت ان انا لازم اقوم دلوقتي الله 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 اوام كده يا صاحبي ده احنا لسه حنتغدى مرة تانية الايام جاية كتير طب استنى طيب هاوصلك في طريق طريقي غير طريقك مع السلامة الله واد يا ايه يا اخويا حكاية الجادعة ده ده حتى ما قليش على حاجة المهمة اللي جاي عشان يقول هالي هيا لو ما كانتش حاجة مهمة كنت جيتلك الصبح كده زي بتوع اللبن تتكلمي بقى حنان انا مش فايقة طب صح صحي بقى وقري معقول عشان تعرفي انك ظلم تتاني مرة تظلمي معاك اهو ما تلاعش كدابي ست سالم انني اوجه كلماتي لفتاتك هذا الشاب يحبك ويتمسك بك قد اخبرك بالحقيقة ولا عيبي في ان يذهب والدك ليفاتح والده في امر الخطة فحرام ان يضيع هذا الحب النقي بسبب الزنون والاوهام التي ليس لها مكان الا في رأسك محنة لزي مافهم ايه اللي بيحصل ده اه انا مش رابط خرج يا سياسين ده مستقبل بنتي برضو اللهم طولك يا روح بعدين بعدين يا خديجة حنتفقن في بيتنا ما احنا كنا في البيت سبتيني وانزلت تجري اول ما بنتك قايتلك الولد ما بيكدبش فلا كلمة صح الولد ما بيكدبش ابوه فعلا مشغول من شوشته مش فاضي اهرش اما الله قلتلي انك روحتله وبسفته وديتله فوق دماغه وقلتله انا اللي ما يشرفنيش اجوز بنتي لابنك كذبت عليك يا خديجة انت تحت بقى ويه اللي خديجة تجدب يا راجل لاني معطلش اجوز بنتي لابن واحد حرامي ايه ايه ايوه خديجة الزمن استكتر علي ان اهرب من ايام سودة انت فاكر ان خلاص نسيتها يوم يبعتلي ابن الراجل الوحيد اللي علمني السرقة عشان اتجوز بنتي سرقة عاطف طلع ابن سعيد مطر اللي انا هربت من ايامه وطبت واتجوزتك فاكره يا خديجة كلام ايه ده يا زياسين لا قول كلام غير ده يا راجل عرفت انا ليه بقى مش موافع الجوازة دي يا بقى اختك المنايل يا بنتي خديجة كلام ده لازم يفضل بيني وبينك سلمة مش لازم تعرف ان روحتله فهمة اتطمن يا اخويا مش هقول لها اي حاجة بس يعني ايه في ايه ايه هقول لك كلمة بس ما تزعلش يا سياسين عارفها يا خديجة هتقوليني ان الوقات ملوش زمي اديك قلتا مش عارف هقولك ايه هو الكلام اللي انا قلتهولك يا خديجة والحكاية اللي كانت السبب في اني توبت واتجوزتك خلاص نستيها اوام يعني بالعربي لو راجل غني هو مات ابنه هيوري اسمينه ايه فلوس ولو فقير فقر ولو حرامي زي حلاتك شوط صوتك ابنه هيطلح حرامي يرديك بقى تخلي فواد ودور تتشحتف عليه في كل سجن شوية كلام ايه ده ده مش كلام ده علمي وجود في الكتب عشان كده انا توبت لاجلي ما خلي فزوريها صالحة ورب عياني بمال حلال ايوه يا سياسية بس ما تنساش ان الاسمه ادهم ده حرامي يعني كلامه يعني كلامه صح يا خديجة ادهم صحيحك الحرامي بس فاهم ومتنور ابو انت ايش دراك ان سعيد مطر ده لسه حرامي مش ممكن بيشتغل في الحلال حرامي من ظهر حرامي جايك ايه يا ولية اتحتعرفين الحرامية بتاعت اليام دي هي الجوازة دي عاملك ده ليه كل ما نعدلها ترجعت الكعب التاني بسراحة بقى انا مش فهمة ايلي بيحصل ده خلاص بقى يا جماعة ده بابا انا عرفاه مش هيرجع في قراره تبتقول ايه يا سلمة تحاولي معاه تاني انا مستعدة اروح له واحلف ان بابا ما عندوش اي فكرة عن موضوع الجواز ده بسراحة بقى يا جماعة انا فايدة واقش عم يسينة الاول كان رفض بعدين رجع واقتنط بعدين رفض بعدين لقيته له سلمة بعدين اقتنع بعدين لقرف المجلة وبعدين رجع رفض تاني تب حد يفهمني هو لو حد فينا كان فاهم حاجة كنا قاعدنا القاعدة دي اسمع بقى سعاطف الكلام واسره بدل ما تروح تحلف لعم ياسين روح لوالدك هو ده الكلام وتفضل قاعده لحد ما يفضلك وما تنزلش من عنده الا لما تفتحه في موضوع الدواس وتعرف منه المعاد اللي حيروح تيه لعم ياسين بنفسه هو ده الى حيحزن يا واد اتكلم بقى انا مش فضيلك ما قالك 3 دقايق ما عطلني عن شغلي ايوا ايووا بابا اصلا اكنت عوز حاضر حيحزن هو ايه ده بابا اللي حيحزن مش تعرف انا عاوز ايه الاول ما انا عارف هتعوز ايه يا بدلة يا فلوس يتغير العربي بابا انا عاوز اتجاوز موافق ايه انت قلت ايه اتجاوز انت عايز تجاوز يا عاطف انت في منتهى الاخلاق معايا في الجامعة غنية فقيرة فقيرة دق دق نظرية برضو الله 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 ده ايه الحلوة دي طب تصدق بالله ولا بلاش لاحسن دي ما يجث عليها غير الرحمة ها ها يا بابا موافق ها اه اهو مالو اخوي ومالو حبيبي موافق موافق اتفضل بقى اتكرى على الله خلينا اجيب شغلي ربنا يخليك ليه يا بابا ربنا ما يحرمنيش منك يا عز اب في الدنيا طب خلاص خلاص طب حنروح لباباها امتى باها عشان نخطوبها السنة الجاية السنة الجاية ازاي ده ده انا كنت خلاص بقرة نروح بقرة ماشي اتفضل معا تكرى على الله خلينا اجيب شغلي طب انا حاسيبي الورقة دي لحضرتك فيها كل البيانات عشان لو حبيت تبعت حد يسأل عنها او عن اهلها من هنا لبقرة متشكر قوي يا بابا ربنا يخليك ليه واسف اذا كنت عطلتك يتجوز بنت فقيرة دقا الوضع بينه الجن سلمة ياسين عبدالصمد طلبة بكلية التجارة جامعة القاهرة علوان ابوها خمسة حارة المناديلي بالشرابية موسيقى حارة المناديلي كلية التجارة ياسين عبدالصمد بقالة الامانة واضي عاطر نعم يا بابا قعد مالك يا بابا حصل حاجة قعد انا عايزك تحكيلي وبالتفصيل الممل ومن غير ما تخب علي اي حاجة احكيلك احكيلك عن ايه البنت اللي انت عايز تتجوزها دي عرفتها ازاي وفين وامتى وامتى سعيد مطر زيارة بزيارة علشان نبقى خلصين يا حلاوة اهلا وسهلا فضل يا سعيد اهلا بيك انا جيت هزورك مخصوص لان افتكرت ان انت كنت عايزني في موضوع مهم ومشيت من غير ما تقولهولي قلت بقى اوفر عليك مشوار تاني واجي واسمعه هو هو ابنك فاتحك في الموضوع الله 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 يعني الحكاية دي طلعت انا فيها اخر من يعلم شوف يا سعيد شوف انت يا سين حط في دماغك ان الجوازة دي على جتتك وعلى جتت انا كمان قابل منك ولعلمك انا لما رحت لك مكنتش اعرف انك ابو وكنت رايح فض الموضوع من اصله طب ولما شوفتني وعرفت ان انا ابو مشيت ليه من غير ما تصريحني الجافس قالك انفتح يا عم خدني على قد عقلي وجوبني لان ما اتشرفنيش نسبك يا سعيد لا انت ولا اي واحد زيك يا سين انا قلتلك جاول مش اغلط شوف يا ابن الناس انا مش هجاوز بنتي الا الواحد من طبا عداك العيب وما يكونش اغنى منها اشطع الكلام ولا ابوه حرامي حفوتها لك دي والمثل بيقول ابعد ده عنده يرتاح ده من ده ابنك معاك حدش قالك هاتو وبنتك على رقبتي لو ما نستهاش اسبو على فكرة يا سين انت طول عمرك راجل جدع واللي خلقك ما تزعل مني واللي خلقك انت لا تنساني زي ما نسيتك الله طب ما احنا فول اللي احنا الجوزة هو على خط واحد وعايزين ننسى بعضينا انت اللي عاوز تنسى صحيح اللي اختاشوا ماتوا ايوا ماتوا وايامهم كمان لازم تموت ايام الحرمان والحوجة والجري بالعساكر بتعرف يا سين انا ساعات يا صاحبك كنت بتشتغلي وبعايز اشوفك واهرب منك في وقت واحد لما جيتلي وقلتلك ان انا ممكن اشغلك عندي او اشغل بنتك ما عارفش ساعات هزا كنت كداب ولا صادق ما كنتش عارف عايز اشوفك ولا مش عايز اشوفك لحد ما عارفت الحكاية وساعتها كررت ان احنا لازم ننسى بعض وما نشوفش بعض تاني اعارف ليه يا سين اعارف ليه ليه ان انا وانت يا ابن الناس مش هنقدر نبص ففشوش عيادنا اللي حيربطونا ببعض تاني واحيفكرونا بحاقتنا حاقتنا المرة حقيقتنا اللي لازم ننساها حقيقتك انت لوحدك يا سعيد اتكلم عن نفسك وحقيقتك انت كمان يا سين التوبة بتمسح الزنوف في السماء لكن مش هتقدر تمسحها من عون بنتك اللي لو عرفتها كفاية يا سعيد كفاية انا مشتفقنا عايز اي تاني اه صحيح هعوز اي تاني مفيش اي مشكل لا فيه ايه هي انك ممشتش لحد دلوقتي خلاص نح الله يا سين تشكر تشكر والعمل يا نادي هقول لها اي دلوقتي ما تقوللهاش حاجة ازاي بقى؟ انت ناسي انك كان مفروض ارد عليها مبارح ب ب ب ب بسيطة باباك سافر اسبوع ومعرفتش تكلمه طيب وبعد الاسبوع ما يخلص تسمع نصيحت مجرب انا في عرضك هاتهولي اوام هو مين ده المجرب يا ابني منقف قدامك اهو وده وقت هزار يا ناجي والله ما بهزر انا انا جربتها خمسونية مرة وعمراه ما خيبت معايا هي ايدي يا جدع انت ما تفهمني يا جنوك هيحصل ايه بتقول بعله ثلاث ايام ما بيروحش الكلية معقول يا عمي حياتك ما تعرفش حاجة انا خافي يكون جناله حاجة تا تا انت بتقول ايه اكيد يا عمي لان كل ما بطلبه السماعة بتترفع وما حدش رد علي انت جيت يا عمي ياسين 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 مين عطوف انت مش عارفني انا ناجي ابو النوج انت مش عارفني ولا ايه ها هو عجير عانت عاطف عاطف ابن حبيبي ولا ايه اللي جرالك رد علي سلمة سلمة انت جيت يا سلمة 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 مين عاطف انا بوك انا دا دي اللي كان بيشتري لك البرانين عاطف انا بوك يا عاطف يا خبر يا خبر ايه دا لحظة واحدة عمي ايه دا ايه الرشتات دي كلها رشتات امراض عصبية ونفسية ايه اخصائي امراض الاكتاب ايه ايه استاذ بمستشفى الامراض العقلية اعليت مين ايه رشتات دي وايه اللي جابها هنا بس يا عمي انا عرفت كل حاجة عرفت طب ما تتكلم يا ابني يظهر يا عمي ان عاطف رحل الدكاترة دول كلهم اليومين اللي فاتوا ما خبيش عليك يا عمي عاطف يعاني من حالة اكتئاب واحتمال يتجنة ايه ادخل صباح الخير يا عمي ماجي طمني يا ابني طمني يا حبيبي ايه الاخبار للأسف يا عمي ايه الحالة بتتدهور خالص بتتدهور؟ بتتدهور يعني ايه هو مش بياخد الدوة ما ندتوله قبل ماجي طب وايه اللي خلاك تسيبه يا ابني؟ مش انت وعدين انك هتضل جنبه على طول ما نسبته نايم وجيت علشان اقول لحضرتك على فكرة خطرت في بالي يمكن 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 دي اللي اتخرجه من حالة الاكتئاب فكرة؟ ايه دي على كتفة كابلة؟ حقول لحضرتك عاطف كان دايما بيرسل واحد صحفي في مجلة اسمها مشكلتك وكان دايما بيحلله كل مشاكله مشاكله؟ هو عاطف عنده مشاكل؟ أمال انت فاهم ايه بس يا عمي؟ ما حضرتك مش فضيله؟ ها؟ ايه يا ابني؟ ما علينا؟ وزي ما عرفت من عاطف ان حضرتك مش موافق على جوازه من سلمة ودا طبعا اللي سبب له حالة الاكتئاب ولا يمكن حوافق طبعا ليه بس يا عمي؟ الله؟ يا سيدي وانت مالك؟ انت مالك؟ انا حر؟ خلاص خلاص يا عمي بما ان الصحفي ده له تأثير قوي جدا على عاطف وعاطف يسمع كلامه فا ايه رقي حضرتك لو رحتله وحكيتله المشكله وخليته هو اللي يحكم فيها؟ يحكم؟ يحكم في ايه؟ في جواز عاطف من سلمة او عدم جوازها يا حبيبي يا راي طب ايفرد انه حكم بالجواز؟ ها؟ انت وشطرتك يا عمي لو قدرت تقنع الصحفي ده بأسباب رفضك للجوازه اكيد هيكتب له عاطف في المجلة واكيد عاطف هيقتنع بكلامه ها؟ وتفتكر ان هو ده الحل؟ قدينا بنجرب يا عمي يعني هنخسر حاجة وبتاع الجرانين ده ألاقيه فين؟ قدي اسمه وعنوان المجلة أفكر من فضلك تحت عملك يا فند مكتب الأستاذ ألف ألف فضله يا فند شكرا شوفتك مبارح في التلفزيون وما صدقتش انه انت شوفتك مبارح في التلفزيون وما صدقتش انه انت شوفتك مبارح في التلفزيون وما صدقتش انه انت شوفتك مبارح في التلفزيون وما صدقتش انت شوفتك مبارح في التلفزيون وما صدقتش انت اتجوزت وبخلفت وبنتي دلوقتي عندها 18 سنة وانت يا خبر اداب وحقوق شهادتين مرة واحدة على كل حال انا سعيدة جدا باللي انت وصلت له وصلت له مش تسأليني ازاي وصلت له مش مهم المهم انك وصلت تفتكري خلينا في الموضوع اللي جايلك علشانه ريهام نور الدين يا طرى فاكر الاسم ده من اشد المتحمسين لارائك وكان داما بتبعتلك علشان تاخد رأيك في حل مشاكلها فعلا الاسم ده انا فاكر كويس بنتي معقول طالبة في كلية الهندسة اخر مرة بعتتلك علشان تاخد رأيك في عريس تقدم لها تعرف كان ردك عليها ايه الحقيقة انا مش فاكر انت عارفة انا برد على مشاكل كتير زي ما انت عارفة هذا العريس لا يصلح ارفضيه فورا والسبب ما معهو الشهادة موسيقى 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 معه انه غاني جدا وكان ممكن يحقق لها اللي مش حيقدر يحقق أهلها واحد معاش هذا عموماً أنا قلت رأيي من واقع المشكلة اللي عرضتها علي ولولا رأيك ده ما كانتش حتقتنع بالكلام اللي أنا قلته لها عشان كده لما شفتك في التلفزيون مبارح وعرفت إنك إنت ألف ألف جيت عشان أقولك خلصين يا قدهم يا حمزاوي خلصين علي عالجميل اللي أنا عملته معاك واللي إنت ردته لبنتي صباح الخير صباح الخير من فضلك الأستاذ ألف ألف ألي إيه فين اسأل في الأعمال عندك يسأل في السلامات عندك تنترز الرزالة بايخ ورزل وغيتت أنا باعتبر النهارده يوم المفاجآت بس يا رب تكون مفاجآت حلوة هو وربنا الخالق الناطئ هو مع السلامة يا سوسن مع السلامة صباح الخير صباح الخير صباح الخير لما أخذها فندم هو الأستاذي اللي كانواقف معاكي وبيسلم عليه كده مش يبقى أدهم الحمزوي أصدق ألف ألف هو تمام ألف ألف نظرية برضو نجحنا يا عطوف نجحنا مداد مش في المكتب يبقى أكيد راح له مبروك يا عطوف زمان ألف ألف دلوقتي نازل نصاح في والدك وعمال يقنعه أخنيعك بإيه يا رجل أنت أنا أعرفك شفتك قبل كده لا ده أنت صحيح طلعت يقليل الأصل من فضلك تمسك لسانك أنا بحذرك يا ناس يا عالم يا هو أي حد يجي يخزقلي علي يسدلي وداني بقى ما انتش فاكر ماشي أنا حفكرك المعلم بدوي أنا معرفش معلمين ما تعرفش معلمين ماشي يا سين البولوبيف حارة المناديلي القوضة اللي فوق السطوح الساعة يا حرام الساعة ساعة إيه وسطح إيه وما نديلي إيه يا راجل يا مخبول الده أي خدمة يا أستاذ أدهم وصل الأستاذ ده بره ونتخليش أي حد ده لما قولك أمرك يا أستاذ اتفضل فند شيل إيدك كده أدهم ماشي ماشي يا أدهم يا حمزهاوي ماشي يا أدهم بيه يا أستاذ أدهم يا ألف ألف بس سهي نصير الحي يتلاق دوا أنا عارف إن الدنيا صغيرة لكن مش عارف إنها صغيرة للدرجات دي شوفت شوفت المصيبة شوفت الورطة اللي جدخيني على غفلة يا سين يا أخويا جاتلك إنتا لوحدك أنا يا سيدنا اللي أعرف ألف ألف ولا بنتي بتقرم جلات أنت بتقول إيه إنت كمان حتقل لأصلك معايا حتقل لأصلك وتتفرج عليها لحد ما يضيع مني اللي ودي اللي حلتي ولا فيه إيه يعمله لك تيجي معايا على فيه نروحه وأنا وإنت نعمل عليه حركة كماشة ونقرره ونقصب عليه إنه هو يعترف ويكتب لأولاد في الجرناب والمرضيش يعترف خلاص ما فيش قدامك غير حل واحد تجهز بنتك وتحدد مع عدل فارح بتلو إدراعي يا سعيد مش ميعني أنا هيعمل إدراعي يا وجعل كان يوم أخبر يوم معرفتكم الله إيه اللي جاب أبو عاطف هنا بتقولي إيه هو ده أبو عاطف؟ آه بيس كده يا بنتي شافيتك عجبك كده أهلاً يا عم سعيد عمدل على السلام الله الله يسلمك إزايك يا بنتي طوح حضرتك رجعت من السفر إمت سفر نظريه برضو مش معقول يا حنان قولي الكلام غير ده إيه اللي حصل؟ إيه يا ابني شش أيوه فعلاً مش قلتلكو؟ أنا وضع بقاري ها؟ طيب 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 مع السلامة ما تتكلم بقى ألف ألف أقنع أبوك ونزل من عنده على عم ياسين يخطوب لك بنته بتقول إيه؟ جب مده جزه مده جزه من أنت؟ أربح 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 عايز إيه؟ ولا كلمة إيه؟ إيه؟ اسكت 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 وطلع على طول لحظة أن نعملك سياح ونلم عليك الشارع كله ربنا وحش تاني على فيه؟ نشم شوية تهوى ونشرب شاي ونشم شوية تهوى ونشرب شاي اوعوا تفتكروا إني جيت معاكم عشان خايف منكم لا أنا دلوقتي بقت مهم ولي مركزي وعندي علاقات في كل حتة وأقدر لو حبيت أسجنكو بالتليفون ايه؟ 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 مش سمعين؟ يا سين؟ يا سين؟ هو مين ده اللي بيتكلم؟ ده قدم الحمزاوي انت نسيت ولا إيه؟ أنساه تره ده كلام تره أنساه إزاي مش هو ده المخ؟ مش هو ده المخ اللي كان بيخطط لنا في الأيام اللي ما تتسمى؟ بله ودلوقتي بيخطط لعيالنا عيالكم؟ وانتو عندوك عيال؟ عاي الحيلة واسمه عاطف عاطف سعيد مطر من زبينك وأنا عندي سلة ما عاوزين يتجوزوا طيب وأنا دخلي ايه بالموضوع ده؟ ده انت الموضوع نفسه لا 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 تيك إت إيزي تيك إت إيزي فهموني واحدة واحدة تتغدوا؟ اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يعني مكلتش؟ أنا مش جاي أكل إفتينا وخلصنا بصراح يا جماعة أنا مش مصدق عناية عمري ما تصورت إننا حيتقابل وفي ظرفي زي ده قصر الكلام حتكتب للوضع إمتى؟ أنا مش فاضي بقى للي تقاب ووجع الدماغ ده؟ خلصني طيب يفرضوا إن كتبت له مغير تنسحتي؟ ما نفردش لأنك حتكتب حتكتب بالأمر؟ بالزوق، بالزوق يا حلاوة مش هيحزن لسببين مهمين جداً أولاً لإني مش مستعد أفقد ثقة قرائي فيها ثقة قرائك؟ قرائك ده إيه؟ ده هو عيل واحد ثانياً وده الأهم سلما شفتكم مع بعض وزي ما قال ياسين افتكرتك إنك رايح تخطبها منه أنا عارف إيه اللي جابك السعادي؟ يعني لو حتى أنا كتبت الولاد مش هيقتنعوا لأنكم دلوقتي في نظرهم موافقين فعلاً طب العمل إيه دلوقتي يا حلال العوقت اعتبرنا عيل زيهم وحلها لنا مفيش غير حلين ملهمش تالي يعني الحلول موجودة؟ ما تلايمن عليها الأولاني إنكم تتنزلوا عن اللي في دماغكم ده وتسيبوا الولاد ينفذوا اللي في دماغهم أنا مش موافق وقلتلك عالسبب وأنا شرحك اطلع بالتاني تعتري فلهم بحقيتكم؟ أهو ده معقول إيه؟ انت بتقول إيه؟ انت أكيد بتخرف انت غلبيه غزبين عنكم مك؟ الحساب عندهم ما تخافش؟ الحساب عندي أنا تحت أمرك يا فيدي شبك على فكرة الودة لسه بالعيدة بمخوا يا سي كنت فاهم إن إحنا دوسنا على الأيام وداستنا أتريها لسه من الزمانة وباقي على عشرة إيه يا سين؟ ما تستمعني؟ يا سين ما بتردش ليه؟ هم؟ هم؟ ولا يا سين؟ أهلا يا بابا طميني اتفعتم؟ أهلا يا سين؟ ألف مبروك يا سياسين عقوبال يا أخويا ما تفرح بعيالها إن شاء الله عايزين بقى نعمل لها حتة فرح زي بتاع سعاد حسني في الجن تبين الوحدينة دلوقت يا خديجة جرائي دل راجل أنت مابتعرفش تفرح أبداً؟ وعايز نخرج واسكوا ليه؟ فهمني مالك يا بابا؟ انت لسه وقف يا خديجة؟ طب إيه رأيك بقى أنا كنت كبيراً؟ خديجة خديجة في حاجة يا بابا؟ قاضي يا بنتي اعَقب الله الحقيقة بنتي أنا مش حارف أبتدي منين في إيه بابا؟ وحوش ديني؟ سلمة بنتي اسمعي اللي حقوله لك ده وحاولي تفهمي كويس انا اللي عايز حدي يفهمه ازاي يرجع يدخل قطه من جير ما ييجي تطمن علي ويقوللي الخبر انا كمان مش فاهم تكونش حمان ضحكت علينا وحتضحك علينا ليه اللي قالتلي انها شفيته بعنيها وراح يخطبلك من مش عاوز يقوللي ليه اللي يجي انت بتسألني ايه ايه على فين هروح اسأله ازاي بقى انت ناسي انك المفروض ما تعرفش اي حاجة وكمان لسه مكتئب مهنة مقدرش استنى كده ومش عارف ايه اللي بيحصل اتمنى عاطف كلها كم ساعة والنهار يطلع وبإذن الله اروح للشركة ورجعلك بالخبر اقبال اولي عايز نقولك عليها جرى ايه هلا انت جالي يتحق معايا ايه العافو عامي انا بس كان اصدق خلاص يا حبيبي سك على الموضوع ده يا حلاوة سك عليه خالص انساء فرجلت ايه ايه يا اخوي ما انا عملت كل اللي قطلعلي روحت للوادي الصحفي وقاللي ان الجوازة دي مش نافعة واعترف بغلطته الف الف قالل حضرتك الجوازة دي مش نافعة يقطع العيان والف الف يوم واحد ايوة حبيبي هو اللي قاللي انها مش نافعة وانا روحت لابو البت في الدكان عشان ابلاغهم ببعد البت عن الوقات ايه هعملو كويه اكتر من كده خلاص يا عامي عداك العيب فقط خلاص يا عامي حتمنح يلا اخوة شو سكتك حاضر يا عامي عن اذن حضرتك حاجة تصور الدم قال الكتاب قال والله ما حد يالو كتاب غيري اللي اقول يا حلاوة هو اكتابي عن ايه استاذ قدهم الحمزاوي مش كده اهلا وسهلا اتفضلي سلمة اللي حضرتك اتحديت والدها لو اعترف لها بحياته سلمة ياسين افنم انا مش قادر اصدق معقول معقول الف الف يتخلى عني بالسهولة دي اهو ده اللي حصل واسمع بقى ابن الناس قال يا داخل من البصلة واشرتها انت اللي عاوز تجوز وانت اللي تحل مشكلتك وكفاية عليا بقى التهزيق اللي خدته بسببك ده انا اول مرة عرف قيمي تابوي يا جدع هتعمل ايه هغير هدومي واروحي والدك الف الف ومش حسيبه اللي ما اعرف ايه اللي غيره الزمن الانسان مراحل يا انيسة سلمة ودي كانت مرحلة وعدت بس الزمن واتصل ببعضه يعني طفل مبارح ورجل النهاردة وعجوز بكرة بيجمعهم انسان واحد والوعي هو اللي بيتغير عايزة تقولي اني ان الشر لسه جوايا ومدام عندي وعي اكتر حبقى اكتر للاسف ده بينطبق على موزم الناس اللي في وضعه منك لله يا سين حد برضه يعمل عملتك من فضلك ما تدعيش على بابا لان بابا كان في منتهى الشجاع على ما اعترف لي بحقيقته وحب اقولك ان انا بحبه وفخورا ان ليه قب زيه انيسة سلمة انتي عايزة توصالي لايه بالزبط حاجة واحدة ازاي تقدر تبقى اتنين في وقت واحد ادهم زمان وادهم النهاردة يا انيسة سلمة ادهم زمان خلاص مات واللي قدامك هو ادهم دلوقت لو ما كانش فيه ادهم زمان ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها ادهم دلوقت الاي مارا ومتطلعش من غير اساس يا استاذ يا صحفي لاحظي ان نفس الكلام ده بينطبق على والدك اه وده الخلاف اللي بينا خلاف هو هو في بينا خلاف طبعا لان بابا اعلن طبته وندم على ايام ياسين الحرامي لكن ما انقروش واعترف بحقيقته نعم يا انيسة حضرتك عزاني اروح اقول للناس ان انا كنت شفت مش قادر حتى تنطقها ما عندكش الشجاعة خلاص انا باعترفلك اهو والدك اشجع مني والدك اشجع رجل في العالم مبسوطة من قالك انه يهمني ابقى مبسوطة ومن ايه اللي يهمك انا عايزة رياحك وانت مش عايز ترتاح يا ست اعني مستعبان لا اتعبان ومحتاج لعمل شيء له ايما يطهرك ولو بينك وبين نفسك يطهرني ايه وايه الحاجة دي بقى اللي حتطهرني تنشر القصة دي ايه دي قصتكم انتو التلاتة نعم يا اختي ماتخافش انا كاتبق اساميكو بالحروف الاولى يعني محادش سيعرفكم وبالحروف الاولى كمان وين ما نشطهاش يبقي مش عائز طاهر نفسك من شوايا بقىYa من الحرامي وتفتقد للشجاع کلا ايش 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 اتوسطك ها هتنشرها ها هizza اوفكر 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 وانا متأكدة من النتيجة عن اثنك انيسا سلامة افندك في حاجة مهمة جداً نسيته يتقولهالي ويمكن والدك نسي اقولهالك عارفة إن انت كنت سبب في توبة بابا آه، هدي بقى لوحدها هدي بقى لوحدها أكبر مغالطة حضرتك عايش فيها لأن سبب توبة بابا الوحيد هو جاهله وإيمانه نعم جاهله لإنه اقتنع إن الحرامي بيخلف حرامي وده بيلغي وجودي قدامك دلوقتي وإيمانه باللي خلقه بغفار الزنوب عن إذنك سلمان إيه اللي جابك هنا أستاذ أدهم أستاذ أدهم إيه 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 إنت مين إنت أنا عاطف عاطف سعيد مطر نعم يا حبيبي هو أنا ناسخ أنت كمان الفضيات عبره مش عايز أشوف حدي فيكو بره بره سلمة سلمة تاكس أفند في حاجة مهمة قوي لازم أعرف ممكن أعرف إيه اللي ممكن أعرف أنا إنت هيبقى لك شخصية وتعتمد على نفسك يا شاب يوم ثقف ماشفه يعني يعني أنت فيك مميزات كتير قوي لكن فيك عيب واحد ما بتعرفش تفكر نفسك وتسيب غيرك يفكرولك عن إذنك سلمة سلمة اتفضل يا سيدي ضغط لحد ما لقيتها متفكري قوي يا حمالة والله ما أنا فاهمالك حاجة من إنت بتهتمي بمجلات زي دي حسنا فيهيه مجب في جميع عطر عطر أفنة افتكرتلي عيب تاني عايزة تقوليلي عليه عزاك تقرر القصة وين المناسبة الله يقراها بس بعدين هتفهم كل حاجة متشكر ايه فكت بتقولك ايه وإيه ده اللي دتقولك أنا يا سيدي مدياني قصة أقرأها بس يبقى حسد بغلطتها وبالجرة نعمة تفتكر أبنوك حصل عطوف حمد الله على السلام يا حبيبي قعد قعد سريح شوف بقى والدي هو سؤال واحد وعاوزك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة فيه ايه لما أغزل ايه النظرية أنا مش فاهم حاجة ممكن حضرتك تعترفلي بحياتك وبمنتهى الشجاعة ها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر